أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الشابتر الثالث من رواية وذرينغ هايتز مرتفعات وذرينغ للكاتبة إميلي برونتي إتشي بس خلي أسألكم مراجعة خفيفة للأشياء اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة محاضرات السابقة شوفوا عيني إحنا قلنا الرواية هي حدثة قديمة أحداث صارت قديمة ولكن اللي يروينا الرواية هو مستر ليكويد هذا مستر ليكويد يعني راح يدخل للقصة من نهايته ولكن هو اللي راح يسمع الأحداث ويرويها إنه فهذه الملاحظة لازم نتخليها ببعض لازم نتخليها هذه الملاحظة ببالك إذن اللي يحشينا القصة من جانب سيد ليكويد اللي هو المستأجر الجديد في مرتفعات وذرينغ زين فهذا هيثكلف هذا ليكويد إجي من منطقة من بيت اللي كان مأجر بي رجع إلى أو إجي إلى بنزل سيد هثكلف ومطرة الدنيا وما قدر يرجع بالليل فقرر أن يباتي هثكلف طبعا هثكلف كان فض يعني ضايج وما يتقبل أي شخص ولا يضحك بي أي شخص فبعدين راح يرجع يدخل للبيت هثكلف يعوف ويمشي فتجي الخادمة زيلا زيلا هذي ليكويد يعني هسه راح ت هي والليد هي والليد هم تو قوتو ذا باد إذن راح تقود حتى يذهب إلى الفراش إنو ويتش هثكلف allows no one to stay طبعا بهذا المكان أو هاي الغرفة اللي قادة تزيلة المفروض يعني ما حد يدخل بيها أي شخص ممنوع يدخل هاي الغرفة ليكويد ديسكيفر بد هيدين بهاين بانس and decided to spend the night there إذن قرر أنه راح أكو مكان هناك غرفة هاي الغرفة قرر أنه راح يقيم راح يقعد بيها هاي الليلة save from هثكلف ليش حتى تكون آمنة من السيد هثكلف لأنه هو أي ثكلف أصلا ما استقبله أصلا ولا بحالة يعني فهذا هثكلف قلنا ما يقبل أحد يبقى بهاي الغرفة ولكن سيد لكويد إجاء دخل بهاي الغرفة ينام بيها لكويد سبوت ذير نيمز كاثرين إيرانشو كاثرين هثكلف and كاثرين لونتن and سم بوكس طبعا هنا سيد لكويد راح يدخل وين على الغرفة من راح يدخل على الغرفة راح يشوف أكو بعض المفردات اللي موجودة وهذه بالغرفة بالكتب راح يلقى كتب بعض الكتب هاي موجود بيها كتابات وبيها أسماء أسماء اللي بيها كاثرين إيرانشو كاثرين هثكلف وكاثرين لنتن وبعض الكتب الأخرى طبعا هو شوية من صار بهذا الموقف ما قدر ينام يعني صارت صعبة لنوم فبدأ يقرأ فيقول إن سؤن وانا في ذا بوكس في أحد الكتب لكود فاينت طبعا بواحدة من هاي الكتب لقى صورة مكتوب بيها يعني يوميات لقى صور ولقى البوم يعني كذا موجود بيها اقتباسات وكلامات كلام يعني مكتوب وهذا الكلام طبعا مكتوب من قبل كاثرين زين كاثرين اللي كاتب هذا الكلام كاتب عن بعض المكتبسات اللي موجودة اللي حدثت معاها في ما مضى ومن ضمن هاي الكتابات اللي موجودة كان أنه يعني من ضمن هاي أنه اكتشف أنه كاثرين هاي الكاثرين أنه هي صديقة هيثيكليف مو زوجته ولا شي وأنه أكو شخص اسمه هندلي وهذه هندلي هو أخو هيثيكليف أعفون أخو كاثرين أخو كاثرين وهذا هندلي كان يعامل سيدة كاثرين بشكل سيء وكان معامل هيثيكليف معاملة سيئة جدا يعني نشوف حتى هذا الكلام معناه يقول أن يوم من الأيام الأحاد المرعبة كم أتمنى أن يعود والدي هاي كاثرين تحتي أن هندلي مكروح أخوها تقصد أبن 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 السيد إيرانشو أخو كاثرين أن هندلي مكروح ولا يعوض فقدان أبي ده تقول يعني أنه هندلي سيء رجل سيء إنه فض وقاسي في معاملته لهيثيكليف تقول هو معاملته لسيد هثيكليف كانت جدا سيئة طبعا يعني السيد لكودة رح يبدأ يقرأ 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 بعض الكتب والروايات وإلى آخره وينام ينام يعني يشوف كابوس يعني يختنق فدنوب ويبدأ يتحرك ويصيح طبعا بهاي الأثناء رح يعني يعرف السيد كاث هثيكليف رح يعرف ورح ييجي يعني قل لنته تعال جابك أنا وضعيتك انت شنو فراح يحكي علي طبعا وراح يرزله و هناك شغلة انه سيد لكود رح ينادي كاثرين 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 يعني هو ما يدرب روح هو نايم يصيح يعني بعض المفردات فيضوج من عنده هثكلف كل شي يعني وانتقد اي لتجاب هنا و يعني ينتقد يتكلم ويا كلام سيء يعني الكلام فض ويعني هو رح يقول له يعني this room has there is a ghost in this room قال لأ اكو شبح بهذه الغرفة قال لأ الغرفة مسكونة اصلا يعني انت جابك علي فممنوع انت تدخل بها فنا طبعا سيد لكود فينش تنايت in the kitchen in the back kitchen طبعا راح ينهي سيد لكود الليلة مالت صبعا بها الحتي الصبح راح يطلع الفجر وراح يروح السيد لكود الى يرجع لبيت يعني الجو يصير زيان والدنيا صير صافية فراح يرجع السيد لكود الى منزله راح يستقبلونا اهله راح يستقبلونا الناقل وليحنا متوقعنا كنت راح ترجع الشعال يعني الحمدلله على السلام وهي السوال في فهذا كل ما موجود بالشابتر الثالث كل ما موجود بالنسبة للشابتر الثالث اي سؤال او استفسار احنا حاضرين تمنى تشترك بالقناة وتنشر هذا الرابط الى زملائك خلي يعرفون بهذه الفيديوهات